طيب في سؤال تاني خاص بقضية باقي الأرض أنا بشتري أرض وقيمة الأرض في ازدياد يوميا وهل على الأرض زكاة؟ طبعا صاحبة السؤال اللي سألت أستاذة فاطمة النمر بتقول إنه هي الأرض قيمتها عمالة تزيد وبتزيد بصورة كبيرة فهل علي زكاة؟ اللي فهمتوا من سؤال حضرتك إن حضرتك اشتريتي هذه الأرض ويعني نيتك فيها أنها للاقتناء وحفظ المال مش للتجارة إن كان للتجارة ده موضوع آخر إنما حضرتك اشتريتي الأرض بنية الاقتناء بنية أو بنية حفظ المال وليس بنية التجارة والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع حضرتك ما أعددهش دي للبيع وما اعتبرتهاش أنك أنت حتجري إنما نشتريتها زي اللي بيشتري بيحفظ المال في قطعة أرض في الشقة ولم ينوي باعها ولم ينوي التجارة به إنما شايلها وقت بقى منوي إنها للتجارة أو إننا لبيحها دي موضوع آخر موسيقى موسيقى موسيقى